تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجبها والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 503 قضايا تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 127 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فتم ضبط قرابة 60 طن كما تم ضبط أكثر من 62 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 752 قضية من بينها 251 قضية خبز ناقص الوزن و 119 قضية خبز غير مطابق للموصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابة 12 طن أقماح محلية